مجدداً تصبح المنشآت النووية الإيرانية في مرمى الهجمات المسلحة التي يلفها الغموض وكالة الطاقة الذرية الإيرانية تعلن الأربعاء في بيان عن إحباط هجوم على إحدى منشآتها من دون أي أضرار مادية أو بشرية وكذلك من دون أن تحدد تفاصيل الهجوم أو ما هي هذا الموقع المستهدف غير أن ما لم تفسح عنه الجهات الإيرانية في بيانها كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إذ نقلت عن مصدر مخابراتي أن المبنى المستهدف بالهجوم المذكور يقع قرب مدينة كاراج عند مشارف العاصمة طهران وهو أحد مراكز التصنيع الرئيسية في إيران لإنتاج أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في منشآتين فورد ونتانز النوويتين ليس ذلك فحسب فقد كشفت الصحيفة كذلك عن تفاصيل الهجوم الذي نفذ بحسب المصدر المخابراتي بطائرة مسيرة صغيرة رباعية المروحيات أقلعت من الداخل الإيراني وطالت المركز الذي كان مكلفا بإنتاج أجهزة طرد بديلة لتلك التي عطلت بهجوم سابق استهدف منشأة نتانز النووية في نيسان الماضي وعلى الرغم من عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم إلا أن نيويورك تايمز كشفت عن أن الموقع المستهدف كان مدرجا ضمن قائمة الأهداف التي قدمتها إسرائيل إلى إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أوائل العام الماضي تلك الأهداف التي تضمنت بحسب الصحيفة ضرب موقع تخصيب اليورانيوم في نتانز وهو ما تم بالفعل وكذلك اغتيال العالم النووي فخريزادة الذي اغتيل كذلك قبل عدة أشهر وبحسب محللين فإن إيران تعاني اختراقا مخابراتيا يسمح باستهداف أكثر منشآتها النووية أهمية ما يشي بأن النظام الإيراني صب جل اهتمامه على تحقيق أهدافه التوسعية في الشرق الأوسط خارج بلاده بينما أهمل بشدة تأمين جبهته الداخلية التي باتت تنذر بانهيار ربما لا يتأخر كثيرا لهذا النظام ومنظومته السياسية الفاسدة